نقبات عملية عدة سجلت حضورها في تونس للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي حاولت اليوم بدعوة من الاتحاد العام تونسي للشغل التنسيق فيما بينها من أجل التوصل إلى موقف موحد لها خلال أشغال المنتدى من أهم الأشياء التي سنتناولها وسنعمل على تضمينها والانتصار لقيمها عن مستوى هذا المنتدى تتعلق بالعدل الاجتماعي تتعلق بالحرية النقبية تتعلق بحقوق المرأة تتعلق بحق تقرير نصير الشعوب وخاصة شعبنا العربي الفلسطيني وهذه مسألة على غاية من الأهمية قضية أيضا الانتقال الديمقراطي وكل هذه القضايا الرئيسية قضية الهجرة منهضة العلماء هي العنوان الأبرز الذي يتصدر جدول أشغال المنتدى نظرا لتعارضها مع العدالة الاجتماعية حسب مناهضها لكن بعض النقبيين يرون أنها حقيقة مجبرون على التعايش معها لكن مع حتمية تنظيمها العولمة هي واقع لا يمكن صده لابد من تنظيمها وهيكلتها وينبغي تدويل حركتنا لا يجب الانغلاق تحت أسوار الوطنية لأن العولمة قائمة منذ عشرات السنين ويجب على الحركات النقبية أن تتفعل معها عن طريق مقترحات جديدة على الصعيد التنظيمي وأيضا التعاون بأكثر اتساعا وإحكاما مع هياكل المجتمع المدني المشرفون على المنتدى ينتظرون مشاركة أكثر من 30 ألف شخص من دول مختلفة يمثلون حوالي 4000 جمعية وحركات عالمية لمناهضة العولمة نحن جاهزون أعداد ما نستطيع إعداده لإنجاح هذا المنتدى كل الإمكانيات في النقل في السكن في الأكل في تأمين المشاركين لأنه حجم المشاركين كبير هناك 30 ألف تقريبا مشارك سيكونون من خارج تونس ربما توقعاتنا تتجه نحو حضور ما بين 50 ألف إلى 70 ألف مشارك مبادئ إنسانية وكونية يصعى المشاركون إلى ترسيخها بعيدا عن سلبيات الرأسمالية المتوحشة ومنتدى تسعى تونس لاستغلاله سياحيا علّه يفتح الأبواب أمام واقع مترد لهذا القطاع إنس بوسعيدي قناة المتوسط تونس